درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لترضي ظلة الضمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وبارك على خير من تعلم وعلم وقرأ وعمل بالقرآن وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وقولكم وفعلكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلة وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير فهو شمس ضحاها وبد ردجاها ولملاه وشرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن الليلة أيها الأكارم على موعد مع اللقاء الثالث والستين من لقاءات تفسيرنا لصورة البقرة وكنا بفضل الله جل وعلا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير الآيتين الجليلتين الكريمتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين ألا وهما قول رب العالمين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين تذكروا معي أيها الأفاضل ما بيناه في اللقاءات الماضية فلا زال السياق القرآني يتحدث عن بني إسرائيل ويذكرهم بالآيات الواضحات والدلائل الباهرات القاطعات على صدق نبوة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام ولقد جاءكم موسى بالبينات بالبينات الواضحة الدالة على وحدانية الحق جل وعلا وعلى صدق نبوة ورسالة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وما أعظمها من آيات تصدع عناد الكفر والكبر في القلوب ولكن قلوب القوم أقسى من الحجارة كما قال ربنا جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة آيات تبهر العقول وتأخذ الألباب كاليد والعصى والطوفان والجراد والقمل والضفاضع والدم وانفجار الحجر وانبجاسه ورفع الجبل فوقهم كأنه ظلة وتضليل الغمام على رؤوسهم وإنزال المن والسلوى عليهم إلى غير ذلك من الآيات المبهرة التي كانت كفيلة أن تملأ قلوب القوم إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا بالنبي الكريم الكليم موسى عليه الصلاة والسلام ولكن القوم عاندوا وأعرضوا وأجرموا وعبدوا العجل من دون الله جل وعلا بعد كل هذه الآيات الواضحات فما أنفارقهم نبيهم الكليم الكريم موسى وذهب لميقات ربه جل جلاله وعاد إلا وقد عبدوا العجل من دون الله وقام السامري ليفتنهم هذه الفتنة الصماء البتماء العمياء وقال لهم قولته الخبيثة هذا إلهكم وإله موسى فنسي وقام نبي الله هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام يصرخ في بني إسرائيل محذرا متوعدا يا قوم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فرد عليه القوم في كبر وعن جهية وغباء واستعلاء لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فعبدوا العجل من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون كما ذكرت جملة حالية أي والحال أنكم ظالمون وتعلمون أنكم ظالمون وهذا أمر شنيع وخلق فضيع وداء قبيح أن يعمل الإنسان العمل القبيحة وأن يفعل الفعل الشنيع وهو يعلم من نفسه أنه ظالم وأنتم ظالمون وأنتم تعلمون أنكم ظالمون جائرون مائلون عن الحق باتخاذكم العجل إلها من دون الله جل وعلا وبعدها يبين الحق تبارك وتعالى ويعدد أخطاءهم وفضائحهم فيقول سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم وقد تكلمت عن أقوال أهل العلم بالتفصيل في معنى الميثاق وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ولا حول ولا قوة إلا بالله فلما عاد موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من مقاة ربه جل وعلا وجاء بني إسرائيل بالألواح وقال فيها كتاب الله تبارك وتعالى أنكروا وكذبوا وقالوا لا لن نصدقك ولن نؤمن بهذا الكلام الذي تذكره إلا إذا رأينا الله جهرة وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولم يكتفي القوم بذلك بل طلبوا أن يكلمهم ربنا تبارك وتعالى وأن يقول لهم هذا كتابي فخذوه فرفع الله جل وعلا جبل الطور فوق رؤوسهم كأنه ظل تهديدا ووعيدا على الراجح من أقوال أهل التفسير فخر القوم سجدا لله جل وعلا وأعطوا نبي الله موسى العهد والمثاق أن يأخذوا التوراة كلها وأن يعملوا بما فيها أن يأخذوها بقوة أي بجد وعزم وأن يسمعوا سماع إذعان وطاعة وانقياد وإقبال على أمر الله تبارك وتعالى وعلى أمر نبيهم الكريم الكريم موسى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ولكنهم بعد ذلك عادوا إلى جبلتهم وطبيعتهم وعادتهم فقالوا قولتهم الخبيثة سمعنا وعصينا وهذا هو الفارق الكبير بين هؤلاء القوم وبين خير أمة أخرجت للناس بين أصحاب سيدنا رسول الله الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فمنهج السمع والطاعة منهج من أعظم أسباب رحمة الله بالأمة أما منهج السمع والعصيان فسبب من أخطر أسباب الشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة لا بد أن نحضر هذا المنهج الخبيث منهج اليهود منهج الأشقياء من بني إسرائيل سمعنا وعصينا أما منهج المؤمنين فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي أي ظرف هو السمع والطاعة بلا تردد ولا انحراف بلا إعراض ولا استكبار إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فشتان شتان بين المنهجين منهج السمع والصد والكبر والعناد والإعراض ومنهج السمع والطاعة والخوف وطلب المغفرة من الله جل وعلا فشعار المؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أما شعار الجاحدين المنكرين من بني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا لماذا؟ لماذا هذا الإعراض وهذا الصد والكبر لأن قلوبهم أشربت حب العجل والإشراب هو الاختلاط والامتزاج فالعرب يقولون بياض مشرب بحمرة بياض مشرب بحمرة وهي مأخوذة أيضا من الشراب أو من الشرب فكأن حبهم للعجل خالط قلوبهم وامتزج بأرواحهم كما يمتزج ويختلط الماء بجوث المحب لهذا الماء العذب في الوقت القائض الشديد الحر وهي استعارة من أبلغ استعارات القرآن التي تدل على بلاغته وتدل على مصدريته فمصدرية القرآن دليل إعجازه فهو كلام الحق تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا اسمعوا سمعا قبول وطاعة وانقياد قالوا سمعنا وعصينا قالوا بألسنتهم سمعنا وبأفعالهم عصينا أو قالوا بألسنتهم سمعنا وعصينا ولا أستبعد ولا أستكثر ذلك على القوم فهم الذين قالوا لنبيهم الكريم الكريم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فقد قالوا بألسنتهم أقوالا كثيرة كبيرة خطيرة فضيعة شنيعة ولا يستنكر على القوم ولا يستغرب أن يقولوا بألسنتهم سمعنا وعصينا ولا حرج أيضا أن نقول بقول من قال من علمائنا من أهل التفسير قالوا بألسنتهم سمعنا وقالوا بأفعالهم وأعمالهم عصينا ولا أجد دليلا في كتاب ربي ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يمنع من أن يقول القوم بألسنتهم سمعنا وأن يقول أيضا بألسنتهم عصينا وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم بالله جل وعلا وإصرارهم على ذلك أشربوا حب العجل أو أشربت قلوبهم حب العجل ولا حول ولا قوة إلا بالله امتزج حبهم لعبادة العجل بقلوبهم كما يمتزج الشراب بجوف المقبل على هذا الشراب بحب وحاجة امتزج حبهم للعجل امتزاج الأرواح كأن الحب سرى في أرواحهم خالطها وامتزج بها ولم يعد يفارقها ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب ماذا بسبب كفرهم بالله جل وعلا وبسبب إصرارهم على هذا الكفر وعلى هذا الكبر والعناد قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم تزعمون وتدعون الإيمان فما أقبح وما أبأس ما يأمركم به هذا الإيمان المدعى وهذا الإيمان المزعوم فالإيمان لا يأمر صاحبه بعبادة العجل الإيمان لا يأمر صاحبه بالإشراك بالله جل وعلا وإنما الإيمان الحق يأمر صاحبه بإفراد الله عز وجل وحده بالطاعة والتوحيد قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وقلت بئس فعل ماض لإنشاء الذن وما اسم موصول بمعنى الذي أو نكره أي قل بئسما شيئا يأمركم به إيمانكم إن ازدعيتم وزعمتم الإيمان ألا وهو أن يأمركم إيمانكم بعبادة العجل من دون الله سبحانه وتعالى قل بئسما يأمركم به إيمانكم كيف تدعون وتزعمون لأنفسكم الإيمان وقد عبدتم العجل من دون الله عز وجل وكفرتم بآيات الله ونقضتم العهد والمثاق وكذبتم الأنبياء وقتلتم الأنبياء كيف تدعون بعد كل ذلك الإيمان قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الإيمان الحقيقي لا يأمر أصحابه أبدا بالكفر بالله العلي سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يبين الحق جل وعلا أيها الأفاضل كذب ادعائهم أيضا حتى فيما يزعمونه في الآخرة فها هو القرآن يفند ويكذب ادعاءهم في الدنيا أو فيما يزعمونه في الدنيا وها هو القرآن الكريم أيضا يكذب ادعاءهم وإفتراءهم فيما يدعونه ويزعمونه أيضا في الآخرة فهم يدعون أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل وهم يدعون أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس وأن الجنة لهم من دون المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يدعون أيضا أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه ادعاءات وافتراءات كثيرة يدعون أن الآخرة كلها لهم وأنه لا حظ ولا نصيب للأمم في الآخرة فكذبهم ربنا جل وعلا وقال سبحانه مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قل أي قل لليهود معك في المدينة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين حجة مفحمة إبطال لهذه الدعاوى العريضة فهم يزعمون أنهم أحباب الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق وهم يدعون أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فكذبهم الله جل وعلا قل أتخذتم عند الله عهد فلن يخلف الله عهد أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهم يدعون ويزعمون أنه لن يدخل الجنة غيرهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هات برهانكم إن كنتم صادقين ما أسهل للدعاء وما أرخص الزعم فربنا جل وعلا يضحض افتراءاتهم ويكذب مزاعمهم فيقول لنبينا صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن كنتم تدعون وتزعمون أن الدار الآخرة لكم أنتم دون غيركم من الأمم وأن الجنة لكم ولو دخلتم النار فلن تدخلوها إلا أياما معدودة بعدد الأيام التي عبدتم فيها العجلة من دون الله تبارك وتعالى إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الموت الذي يقربكم ويوصلكم إلى هذا النعيم المقيم الذي لا ينازعكم فيه أحد من الناس وإن كنتم لستم بصادقين فلن تتمنوا الموت وأنتم بإعراضكم عن الموت تكذبون الدعاوى العريضة والمزاعم الكبيرة التي تدعونها وتزعمونها إن كنتم قد صدقتم في الدعوة فهي يتمنوا الموت فهو السبيل الوحيد الذي يقربكم إلى هذا النعيم المقيم الذي لا ينازعكم فيه أحد من الخلق قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ما هو التمني التمني هو ارتياح النفس للشيء التمني هو ارتياح النفس للشيء وتطلعها وتشوفها إليه تحبه وتريده وتود المصير إليه والوصول إليه هذا هو التمني فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما التمني بالسؤال والطلب خلي بالحضرتك فسر ابن عباس رضي الله عنهما التمني بالسؤال والطلب ولا شك ولا ريب أن ابن عباس رضي الله عنهما متفرد بهذا التفسير للتمني وهو تفسير للمعنى أو لللفظ بلازمه تفسير لللفظ بلازمه فإن من تمنى شيئا سأله وطلبه طلبه بالقول أو طلبه بالفعل أو بهم معا وهؤلاء القوم لم يصدقوا ولم يتمنوا الموت لا بالقول ولا بالفعل ولا بالقول والفعل بل أقوالهم وأفعالهم تكذب دعواهم وزعمهم أن الدار الآخرة لهم من دون الناس فهؤلاء لم يتمنوا الموت قط لا بالتمني النفس ولا بالتمني القول ولا بالتمني العمل وود أن أطرح هنا سؤالا وهل يجوز أصلا تمني الموت هذا سؤال مهم والجواب تمني الموت لضر أو لبلاء من ابتلاءات الدنيا منهي عنه تمني الموت لضر أو لبلاء من أمور الدنيا منهي عنه ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وفي رواية ابن حبان لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا هذا قيد مهم أرجو أن تنتبه لهذا تمني الموت لضر في الدنيا أو لابتلاء من ابتلاءات الدنيا كضيق الرزق مثلا أو كعدم وجود وظيفة أو كعدم وجود الزوج أو لعدم وجود الزوجة أو لفشل في التجارة أو لفشل في الدراسة أو بسبب الأمراض أو بسبب المحن والبلاية تمني الموت لضر نزل في الدنيا أو لبلاء من ابتلاءات الدنيا منهي عنه لا يجوز لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت لضر نزل به في الدنيا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد فاعلا يعني إن كان لابد فاعلا متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي ذروا إلى أدب النبوة لأن الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى ليس من علامات الإيمان بل من علامات الإيمان وأركانه أن تؤمن بالقدر خيره وشره أن تؤمن بالقدر خيره وشره من علامات الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره بل من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وفي رواية ابن حبان لضر نزل به في الدنيا فإن كان ولابد فاعل أي فإن كان ولابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أما تدبروا معي انتمنى أحد الموت خوفا على دينه خوفا من أن يفتن في دينه ليس قنوطا ولا يأسا من رحمة الله ولا يأسا من فضل الله ولا تألما لمرض أو لمحنة أو لفتنة أو لابتلاء وإنما يتمنى الموت خوفا أن يفتع على نفسه من الفتنة في الدين فهذا التمني لا حرج فيه ولا يدخل تحت التمني المذموم المنهي عنه فلقد راوى الإمام مالك في الموطأ وغيره بسند حسن أن عمر بن الخطابي رضي الله عنه لما كبرت سنه وضعفت قوته وانتشرت دولته وانتشرت رعيته لجأ إلى ربه جل وعلا بهذا الدعاء وهو الملهم المسدد الموفق المؤيد بالقرآن من السماء قال عمر رضي الله عنه اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط أو غير مفرط ولا مضيع هذا دعاء عمر فإذا تمنى العبد الموتى لكثرة الفتن التي قد تفتنه في دينه فهو لا يتمنى الموتى قنوطا ولا يأسا من رحمة الله سبحانه إنما يتمنى الموتى خوفا من الفتنة في الدين ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه غير مفرط ولا مضيع فهذا النهي لا يندرج تحت النهي الممنوع والمذموم وهذا هو تحقيق هذه المسألة ولا شك ولا ريب أن الفتن كثيرة وأننا نعيش زمان الفتن فلا ينبغي أن يصاب المؤمن بالقنوط واليأس وإن خاف على نفسه إن خاف على دينه فليدعو الله عز وجل بهذا الدعاء النبوي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأنا أقسم بالله وأقول إننا نعيش الآن زمان الفتن نعم إنه زمان الفتن قد ينام الرجل الليلة ويصبح بلا دين ويصبح الرجل يوما ويبيت في نفس اليوم بلا دين كما قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله في ليلة واحدة يضيع دينه ويبيع دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله في صبيحة واحدة يضيع دينه ويبيع دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله إنها كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث روى البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها تستشرف أي من عرض نفسه للفتن أهلكته الفتن ودمرته الفتن ومن تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به ولذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن ويعلم الصحابة رضي الله عنهم أن يستعيذوا بالله عز وجل من الفتن بل يعلمهم هذا الدعاء في الصلاة كما يعلمهم الصورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا من فتنة المحيا من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال والحديث روه مسلم وغيره كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنهم الاستعاذة من الفتن بهذا الدعاء الجامع الجميل الذي ذكرت كما يعلمهم الصورة من القرآن الكريم نعوذ بالله من الفتن نعوذ بالله من الفتن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن وإن أردت بالناس فتنة يا أرحم الراحمين فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين فلا تعارض بين الأدلة فالحق يخرج من مشكات واحدة فلا مانع أن يتمنى العبد المؤمن الموت إن خشي على نفسه من أن يفتن في دينه لكن لا يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت قنوطا من رحمة الله ويأسا من رحمة الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أعاذنا الله وإياكم من الكفر كبيره وصغيره إنه ولي ذلك والقادر عليه يقول الحق تبارك وتعالى لبني إسرائيل أو لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدقتم في دعواكم فتمنوا الموت الذي يقربكم ويوصلكم إلى هذا النعيم المقيم الدائم الذي تدعونه وتزعمونه في أن الآخرة كلها لكم من دون الناس وأن الجنة في الآخرة لكم من دون الناس فتمنوا الموت الذي يقرمكم إلى هذه الجنة وإلى هذا النعيم فالعاقل لا يمكن على الإطلاق أن يرغب عن السعادة وهذه السعادة بنص دعواكم وزعمكم العاقل لا يمكن أن يرغب عن السعادة وأن يختار لنفسه الشقاء في دار الفناء أبدا هذا ليس منطق العقلاء بل منطق العقلاء أن يبحثوا عن السعادة إن كانوا صادقين فعلا في بحثهم عن السعادة ولكن الله جل جلاله يكذب دعواهم مرة أخرى في كلمات حاسمة فيقول سبحانه ولي يتمنوه أبدا يا إلهي يا إلهي النبوة بهذه الكلمة أيها الأفاضل تضع نفسها أو توضع في اختبار في غاية الحرج والصعوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على اليهود في المدينة هذه الآية الكريمة القاطعة الحاسمة ولن يتمنوه أبدا ألا يستطيع اليهود أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم والنبوة في حرج بالغ ويخرج هؤلاء ولو بالكذب ولو بالكذب ليزعموا وليدعوا وليدعوا أنهم حرصون على الموت وأنهم يتمنون الموت ليكذبوا بهذا القول وإن كان كاذبا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكم عليهم بأنهم لن يتمنوا الموت بلا المستقبلية فرسول الله يخبرهم هنا بأمر غيبي قدري لا يقع في زمانه ولا يقع في المستقبل ولن يتمنوه أبدا لو خرج اليهود ولو بكلمات كاذبة وما أكثر كلماتهم الكاذبة وقالوا نحن نتمنى الموت لوضع النبي صلى الله عليه وسلم والنبوة كلها في اختبار حرج جدا للغاية لكنهم لم يفعلوه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه وإنما يتكلم بوحي من عند العليم الخبير الذي يعلم من خلق هو اللطيف الخبير هل تدبرتم هذا أقول هذه الكلمة فقط هذه الجملة فقط ولن يتمنوه أبدا هذه الجملة من أعظم الأدلة على صدق نبوة محمد هل تدبرتم أيها الأكارم هذه الجملة ولن يتمنوه أبدا هذا التحدي لليهود في زمنهم بل وفي المستقبل بأنهم لن يتمنوا الموت أبدا أقول هذه الجملة من أعظم الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلو كان الأمر بأيدي هؤلاء لخرجوا في المدينة وملأوا الدنيا ضجيجا لسيما وهم يملكون أبواق الدعاية في كل زمان ومكان وملأوا الدنيا ضجيجا وقالوا إنهم يتمنون الموت وإنهم حرصون على الموت لأنهم يريدون السعادة الأبدية عند الله في جنات النعيم وإلى آخره أقول لم يستطع واحد من هؤلاء ولو بالكذب أن يفعل ذلك لنتيقن ونتأكد أن المصطفى لا ينطق إلا بوحي من عند الله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يطلع أي حد من اليهود يقول لا 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 هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح بل نحن نتمنى الموت لوضعت النبوة في حرج بالغ لم يحدث أبدا تبت يد أبي لهب وتب الله أكبر في مكة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد يا إلهي تحدي واضح وإعلان صريح هل سمعتم يوما أن أبا لهب وامرأته أم جميل خرج الرجل أو خرجت امرأته بالكذب وبالباطل ليضع النبي في حرج شديد بالغ وليضع النبوة في امتحان عسير ليعلن الرجل أو لتعلن المرأة ولو بالكذب أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله أبدا 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 فهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهو الصادق المبلغ عن ربه المبين عن الحق تبارك وتعالى لا يتكلم البتة إلا بوحي ولا يبلغ عن ربه جل وعلا إلا بوحي فهو واثق في وعد ربه سبحانه وتعالى يقول هذه الكلمة الحاسمة والجملة القاطعة لليهود معه في المدينة النبوية مبينا ومؤكدا لهم أنهم لن يتمنوا الموت أبدا لا في زمنه عليه الصلاة والسلام ولا في المستقبل القريب أو حتى البعيد ولن يتمنوه أبدا لن يتمنوا اليهود الموت أبدا ليه ليه يعلل الحق تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم فالقوم يعلمون قبائحهم ويعلمون إجرامهم ويعلمون ظلمهم ويعلمون إفسادهم فهم الذين كذبوا الأنبياء وهم الذين قتلوا الأنبياء وهم الذين عاملوا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام معاملة من أسوأ المعاملات القوم لهم سوابق لا يمكن على الإطلاق بسببها أن يطلبوا الآخرة وإنما هم يهربون من الآخرة بسبب سوابقهم وإجرامهم لأنهم يعلمون يقينا ما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى من عذاب مقيم وعذاب أليم وعذاب مهين وخزي في الآخرة فكيف يقبل الإنسان على عذاب مهين وخزي مقيم يقول سليمان بن عبد الملك لأبي حازم الزاهد العابد يا أبا حازم ما لنا نكره الموت نحب دنيانا ونكره الموت لماذا نحب الدنيا ونكره الموت ونكره الآخرة فقال أبو حازم لسليمان لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب فقال سليمان بن عبد الملك يا أبا حازم يا أبا حازم وما لنا عند الله جل وعلا قال اعرض نفسك على كتاب الله لترى ما لك عنده جل علاه قال وأين أجد ذلك قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال وأين رحمة الله يا أبا حازم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين قال فكيف الرجوع كيف الإقبال على الله جل وعلا غدا فقال له أما العبد الآبق أما العبد المذنب المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده ومولاه وأما العبد المطيع المحسن فكالعبد فكالعبد الغائب عن أهله يرجع إلى أهله يرجع إلى أهله مرة أخرى لا شك أنهم سيستقبلونه حر استقبال ويحتفون به أعظم احتفاء واحتفال فالعبد المحسن يقبل على الله جل وعلا وهو فرح مصرور إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه نعم ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت أم المؤمنين أكرهية الموت يا رسول الله فكلنا يكره الموت قال ليس ذلك يا عائشة ولكن المؤمنة إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بصخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه اللهم اجعل يوم لقائك أحب أيامنا إليك أحب أيامنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل يوم لقائك أحب أيامنا إلينا يا أرحم الراحمين واجعله أسعد وأكرم وأشرف وأطهر أيامنا يا رب العالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين هذه العلة لن يتمنى اليهود الموت أبدا ما هي العلة بسبب ظلمهم وكسبهم وذنوبهم ومعاصيهم وإجرامهم وأفعالهم القبيحة الدنيئة الشنيعة من قتل وتكذيب واعتراض واستكبار وعناد وإدبار إلى غير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله تبارك وتعالى يعلم ظلمهم ويعلم انحرافهم عن الحق وفي الآية تفسير آخر من باب الأمانة العلمية تفسير آخر لابن عباس رضي الله عنهما بل ورجح هذا التفسير بقوة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رجح الحافظ ابن كثير تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في الآية ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين من أول آية رجح ابن كثير تفسير ابن عباس وقال بأنه هو المتعين يعني هذا هو التفسير المتعين والصحيح للآية أن الآية قد نزلت للمباهلة أن الآية قد نزلت للمباهلة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال هذه الآية نزلت للمباهلة أي للدعاء على أي الفريقين أكذب من المسلمين أو من اليهود أو من اليهود كما أمر الله جل وعلا أن يباهل وفد نصارى نجران فلقد أقبل وفد نصارى نجران على النبي عليه الصلاة والسلام وقاموا يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم ويذكرون بنوته للحق تبارك وتعالى وألوهيته ولا حول ولا قوة إلا بالله فأنزل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم صدر سورة آل عمران إلى قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين هذه هي المباهلة يجتمع الفريقان فريق المؤمنين وفريق الكافرين أو فريق المؤمنين وفريق اليهود أو فريق المؤمنين وفريق النصارى ويدعو كل فريق نبتهل نتضرع إلى الله عز وجل أن يجعل لعنته سبحانه وتعالى على الكاذبين رجح الحافظ بن كثير أن الآتة نزلت للمباهلة وقال هو المتعين وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب من المسلمين أو من اليهود قال فلما نكلا اليهود عن المباهلة تبين كذبهم وعلم وعلم كل واحد فيهم أنهم ليسوا على الحق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه هم الذين على الحق فهم يعرفون ذلك تمام المعرفة ويقرؤون ذلك في كتبهم المنزلة على رسلهم المرسلة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وعلى أي حال إن كانت الآية الكريمة أيها الأفاضل قد وردت في سياق الاحتجاج على اليهود وتكذيب دعواهم وتفنيد مزاعمهم فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعمم اللفظ فليفتش كل واحد منا عن دعويه العريضة وليبحث كل واحد منا عن مزاعمه الكثيرة والخطيرة ليعلم هل هو من الصادقين أم من الكاذبين فما أيصر لادعاء وما أرخص الزعم فلينظر كل واحد منا في حقيقة ادعائه أنه قد حقق الإيمان وحقق اليقين وحقق التوكل على رب العالمين وحقق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فلينظر كل واحد منا في حقيقة دعواه فما أيصر الدعوة وما أرخص الدعوة ولو كان الأمر بالادعاء لسهل على كل إنسان دعي أن يكون صاحب دعوة دعوة حقة حقيقية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا أعلمن الله الذين صدقوا ولا أعلمن الكاذبين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ما أكثر أهل للدعاء ما أكثر أهل الزعم فتش في حقيقة ادعائك أنك مؤمن أنك تقي أنك عالم أنك مجاهد أنك مخلص أنك صادق في عملك لربك ولدينك ثم لبلدك وطنك فتش في حقيقة الدعاوة التي تدعيها لنفسك والأفتش أنا في حقيقة الدعاوة التي أدعيها والمزاعم التي أزعمها فليفتش كل واحد منه في حقيقة إيمانه في حقيقة يقينه في حقيقة تقواه لربه وسيده ومولاه فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ نعم نحتاج جميعا بلا استثناء إلى وقفة صادقة مع النفس ليحقف كل واحد منه على حقيقة إيمانه وعلى حقيقة ادعاءاته وعلى حقيقة مزاعمه فالقول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب كما قال علام الغيوب يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال جل جلاله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ثم يبين الحق تبارك وتعالى أن هؤلاء القوم لا يمكن أبدا أن يتمنوا الموتة بل هم من أحرص الخلق على حياة أيا كانت هذه الحياة ولو كانت ولو كانت حقيرة ولو كانت مهانة ولو كانت شقية قال سبحانه مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ الْنَّاسِ عَلَى حَيَاهِ حياة يا سلام حياة للتحقير وَلَالْتَحْقِيرُ طَمَعُ الْإِنْسَانِ على حياة أيا كانت مهانة حقيرة ذليلة ناقصة شقية أيا كانت هذه الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو الحرص المذموم ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة أما الحرص المحمود فهو الحرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة لا بأس به بل هو حرص المحمود أن تكون حريصا على ما ينفعك في دينك ودنياك في دنياك واخراك ألم تسمع قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المؤمن القوي بكل ما تحمل الكلمة معنا ونحن نريد الآن هؤلاء المؤمنين الأقوياء المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لأن المؤمن الضعيف فيه معدن الخير وأصل الخير ألا وهو الإيمان لكن المؤمن القوي بكل ما تحمله الكلمة معنا أفضل عند الله جل وعلا من المؤمن الضعيف نعم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك الله 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 احرص على ما ينفعك يبقى في حرص أنت مأمور بتحقيقه وهو الحرص على ما ينفعك في دينك ودنياك هو الحرص على ما ينفعك في دنياك وأخراك الغيبة لا تحرص عليها لأنها لن تنفعك النميمة لا تحرص عليها لأنها لن تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة الكذب لا تحرص عليه لأنه لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة أكل الحرام لا تحرص عليه فإنه ورب الكعبة لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة الحقد الحسد الضغينة البغضاء اتهام الناس بالباطل لا تحرص على هذه الأمراض وعلى هذه الداءات فإنها ورب الكعبة لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة احرص على الصدق احرص على الوفاء احرص على الامانة احرص على الرجولة احرص على الاخلاص احرص على الصدق العهد احرص على الوفاء احرص على هذه القيم احرص على التوحيد احرص على السنة احرص على الاستقامة على الطاعة احرص على تعلم العلم احرص على الصلوات احرص على قيام الليل احرص على كل ما ينفعك في دينك ودنياك ودنياك واخراك احرص على ما ينفعك خل بالك انتبه الوقت بيمضي والعمر يجري وانت مشغول بالأحقاد والضغاء والهوى والخصومات احرص على ما ينفعك اللهم ارزقنا الحرص على ما ينفعنا يا أرحم الراحمين وارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال يا رب العالمين احرص على ما ينفعك واستعن بالله نعم ان تعذر عليك ان تحرص على ما ينفعك فاستعن بالله ان يعينك على ذلك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ويجوز ايضا ان تقول ولا تعجز فيها الوجهان بكسر الجيم وفتح الجيم استعن بالله ولا تعجز ولا تعجز استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان شيف كلام النبي والله العظيم هذا الحديث والله يحتاج الى ليلة كملة والله يحتاج الى ليلة المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير استعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو لو فعلت لو قلت لو عملت لو خرجت لو ذهب لو اتيت فان لو تفتح عمل الشيطان الشاهد احرص على ما ينفعك فالحرص هو طمع الانسان في شيء ما واشفاقه من ثواته وهو نوعان محمود ومذموم مذموم من جنس حرص اليهود على الدنيا حرصا ينسي الاخرة اما المحمود فهو الحرص على ما ينفعك في الدنيا والاخرة ولتجد انهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا الواو هنا فيها ثلاثة اقوال لعلمائنا قال بعض اهل العلم الواو للعطف الواو للعطف ولتجد انهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا اي ولتجد ان اليهود احرص الناس على حياة من الذين اشركوا وهذا توبيخ وتقريع لان الذين اشركوا لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالجزاء ولا يعتقدون انهم سيبعثون للوقوف بين هذا الله جل وعلا للسؤال عن الكثير والقليل وعن الصغير والكبير لا يعتقد المشركون ذلك انهم يعتقدون ان الحياة الدنيا انما هي جنتهم وانما هي سوقهم وهي نعيمهم وهم يموتون ويحيون وما يهلكم الا الضار وما هم مبعوثين فهم لا يعتقدون في البعث ولا يعتقدون في الحساب ولا يعتقدون في الجزاء هذا هو معتقد اهل الشرك فعيب كبير ان يعتقد اهل كتاب هذا المعتقد الفاسد فهذا توبيخ وتقريع ولتجد انهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا اي لتجدن اليهود احرص الناس على حياة من الذين اشركوا هذا قول قول الثاني قال بعض اهل اللغة الواو للاستئناف وليست للعطف الواو للاستئناف لان المعنى قد اكتمل وتم عند قوله تعالى ولتجدنهم احرص الناس على حياة خلص كده المعنى اكتمل قف عند هذا المعنى ولتجدنهم احرص الناس على حياة لكن المعنى التاني ومن الذين اشركوا الواو هنا للاستئناف فالمعنى يستأنف بعد هذا ببيان حال المشركين الذين لؤمنون بالبعث يود أحدهم لو عمر في هذه الحياة الدنيا ألف سنة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة هذا معنى ثاني وبعض أهل العلم قالوا في معنى ثالث أو الواو هنا المعنى الثالث في قول تعالى ومن الذين أشركوا أي ولتجدن اليهود والذين أشركوا أحرص الناس على الحياة بل يود الواحد منهم من اليهود ومن المشركين أن لو عمر في الدنيا ألف سنة ألف سنة وهو كناية عن المبالغة في الكثرة في كثرة السنوات التي عشها في هذه الحياة الدنيا ومع ذلك يبين الحق تبارك وتعالى أنه حتى لو طال بهم العمر ولو طال بهم الأمد وعاش اليهود أو المشركون في هذه الحياة الدنيا ألف سنة ألف سنة أو أكثر أو أكثر فلا يزحزحهم هذا البقاء وهذا العمر الطويل وهذا الأجل الكبير لا يزحزحهم عن عذاب الملك القدير في الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله يود أحدهم يود الود هو الحب والتمني الخالص الود هو التمني والمحبة الصادقة الخالصة يود أحدهم يود الواحد من اليهود أو من الذين أشركوا أن لو يعمر ويبقى في هذه الحياة الدنيا ألف سنة أو أكثر أو أكثر فإن لفظ الألف عند العرب هو منتهى أسماء العدد منتهى أسماء العدد الألف عند العرب منتهى أسماء العدد فإن يذكرون الألف يقصدون بالمبالغة في كثرة العدد فيتمنى الواحد من اليهود أو من المشركين أن لو بقي في الأرض أو في هذه الحات الدنيا ألف سنة أكثر ولكن هذا البقاء بل هذا طول الأجل لن يزحزحه عن عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة ولن يمنعه من هذا الخزي والعذاب المقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بل لو عاش أحدهم ألف سنة وهو مقيم على معصية الله وهو مقيم على معصية الله تبارك وتعالى ومات على ذلك فلا شك أن عذابه في الآخرة سيكون على قدر معاصيه وعلى قدر ذنوبه وعلى قدر طول أمده في العصيان والتمادي في الغي والانحراف والضلال ولذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي روه الإمام أحمد وغيره ما حديثه عبدالله بن مصر وفيه خيركم من طال عمره وحسن عمله اللهم اجعلنا منهم خيركم من طال عمره بس بشرط إيه وحسن عمله آه لأن فيه هواية أخرى في سنن الترمذي بسند صحيح بالشواهب الشواهب أنه صلى الله عليه وسلم قال وشركم من طال عمره وساء عمله وشركم من طال عمره وساء عمله لأنه بطول العمر مع سوء العمل يزداد الرجل غيا وعصيانا وضلالا وانحرافا ويكون عذابه في الآخرة وخزيه في الآخرة بقدر طول غيه وتماديه في الذنوب والعصيان والانحراف والضلال خيركم من طال عمره وحسن عمله اللهم اجعلنا منهم قال وشركم في رواية الترمذي بسند صحيح بالشواهب وشركم من طال عمره وساء عمله ولا حول ولا قوة إلا بالله فالحياة يا إخواني مهما طالت فيا قصيرة لقد عاش نوح أكثر من ألف سنة فعمره الدعوي لبث في قومه في الدعوة ألف سنة إلا خمسين عامة هذا عمر الدعوة فقط بخلاف عمر نوح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأين نوح الآن بين يد ربه جل جلاله فالحياة مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون نعم لو عرفوا الله حق معرفته وقدروا الله حق قدره لعلموا أن الله تبارك وتعالى بصير بهم عليم بأحوالهم سميع لأقوالهم مطلع على أفعالهم يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون نعم يسطر عليهم كل شيء في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى قال جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى سامحوني مضى الوقت سريعا وزدنا على وقتنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ما أحوجنا ورب الكعبة إلى القرآن لنعيش معه لنتدبره فما أنزل الله القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ليربي به القلوب والعقول والضمائر والأخلاق إلا ليقيم به للإسلام دولة إلا ليقيم به للإسلام أمة ولن تقوم للإسلام دولة ولن تقوم للإسلام أمة إلا بهذا القرآن الذي أقام به نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم دولة للإسلام وأعظم أمة حملت القرآن أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة كلها إلى القرآن والسنة ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير المجالس مجلس القرآن مستشفى الجزيرة متعدد التخصصات